افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة وخلال الافتتاح قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية بدار القرآن الكريم واستمع إلى شرح مفصل حول طبيعة المركز الذي يعتبر ثالث أكبر مبنى في العالم كما أدى الرئيس صلاة فجر أول أيام شهر رمضان المبارك في مركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة شكرا